أما مدير الكلية الفنية العسكرية لواء أستاذ دكتور إسماعيل محمد كمال فقال إن الاحتفالة بالدفع 59 للكلية جاء مع إنشاء أول قسم متخصص بعلوم الفضاء لما أصبح لها من تأثير على الحروب المستقبلية الكلية الفنية العسكرية بتحتفل اليوم بتخريج الدفع 59 من الكلية الفنية العسكرية والحقيقة اللي بنقدم للقوات المسلحة والمصر بالكامل مجموعة من الزباط المهندسين القادرين على تعامل مع كافة نظم التسليح مسلحين بالتكنولوجيا مسلحين بالعلم الهندسي الكافي للتعامل مع كافة نظم التسليح داخل قوات المسلحة طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن النهاردة علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية بيتعامل محدد في الحروب الحديثة ويمكن أبرز مثال على كده الحرب الروسية الأوكرانية واللي بتبين إن كل التحكم بالكامل بيبقى من خلال الأمار الصناعية فإحنا فطننا لكده داخل قوات المسلحة والكلية الفنية وانشأنا بالفعل أول قسم مختص بعلوم الفضاء بيتعامل مع كافة علوم الفضاء وبيأهل الطالب ليكون قادر على العمل في منظومات الأقمار الصناعية المختلفة المختلفة